طيب دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا أمام حضرتكم تذكر رواد مواقع تواصل اجتماعي هذا المشهد حينما نقارنه بهجوم بعض من هؤلاء المعادين للمظاهر الإسلامية تجاه حفلة التخرج تلك والتي شهدت وجود محاميات محجبات داخل جامعة إسطنبول يتذكرون بأن أردوغان يدافع عن هؤلاء ويعتز وتشرف بهؤلاء والآن تركيا تعود وبقوة لجزرها ولهويتها الإسلامية رواد موقع تواصل الاجتماعي تداول هذه الصورة السابقة لرئيس أردوغان وهو يحتفي بحفظة كتاب الله حفظة القرآن الكريم داخل مسجد آيا صوفيا تحد أردوغان في السابق بأنه لن يكون قادرا على إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا ولكن تحقق لأردوغان ما أراد وافتتح مسجد آيا صوفيا وها هو يحتفي بمن يصفهم بالجيل الجديد القادر على حمل شعلة النهضة للدولة التركية الحفظين لكتاب المولى عز وجل من ضمن هؤلاء الأطفال حفيد رئيس تركي رجب طيب أردوغان عمر الطيب ابن بلال أردوغان بلال أردوغان هو أيضا ابن رئيس تركي رجب طيب أردوغان له تصريحات قوية متعلقة بمواجهة ما وصفه يعني بالمعادين للإسلام وأن تصبح تركيا دولة إسلامية أيضا يتحدثون على وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام بلال أردوغان يعني بدعم كثير من المراكز التي تهتم بتحفيز القرآن الكريم للنشأ وللصغار وللأطفال وهو ما يعني بالفعل توجهات واضحة لدى القيادة التركية ولدى المقربين من القيادة التركية في سبيل هذا الأمر وهو تنشئة جيل جديد من الشعب التركي يكون متمسك بالهوية الإسلامية وبالشعائر الإسلامية طيب دعونا نلقي نظرة على الصورة التليلة لدينا أمام حضرتكم هذه الصورة التي تم تدولها بقوة على السوشيال ميديا لغرفة رئيس تركي رجب طيب أردوغان أو مكتب رئيس تركي رجب طيب أردوغان ورجال أردوغان وكواليس لإحدى الاجتماعات وللقرارات التي يتم اتقاذها في الفترة الأخيرة من قبل أردوغان أمام حضرتكم حاضرا إبراهيم قلن رئيس جهاز المخابرات التركية الجديد أمام حضرتكم أيضا هاكام فيدان وزير الخارجية التركي وما لفت أيضا الأنظار في هذه الصورة هو وجود عالم العثمانين يعني عالم العثمانين حاضرا في هذه الصورة خلف إبراهيم قلن رئيس جهاز المخابرات وأيضا يتواجد هاكام فيدان ويستمع لرئيس أردوغان لذلك بالفعل صورة رائعة لفتت الأنظار توضح كواليس العمل في مكتب الرئيس من هم المقربون من الرئيس كيف يعتمد عليهم في اتخاذ القرارات كيف يتدرسون ويتشاورون حيال كثير من الملفات الهامة التي تنظر لها القيادة التركية بعين الاعتبار اشتركوا في القناة